نفذت الدولة خطة عجلة لتوليد الكهرباء شملت إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القديمة مع إجراء السيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء إلى حوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات جهود حثيثة تبذلها الدولة بتوجيهات رئاسية لتأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت مع تجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلا قطاع الكهرباء شهد خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ مشروعات واستثمارات ضخمة ضعفت إجمالية القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجاوات إلى ما يقارب 60 جيجاوات بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن ولتوليد الكهرباء نفذت الدولة خطة عاجلة تشمل إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القديمة مع إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء إلى حوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 حتى ديسمبر من عام 2022 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بجانب مجمع بيمبان للطاقة الشمسية وبلغ إجمالي الاستثمارات في مجال الإنتاج منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 بلغت 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة وبلغت إجمالي استثمارات مشروعات التوزيع الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حتى عام 2022 حوالي 190 مليار جنيه في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة بلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات بينما بلغت القدرات من الطاقة الشمسية 1770 ميجاوات وجارن العمل حاليا على تنفيذ ما تتضمنه استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 وتتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035 وجارن تحديثها لتشمل الهايدروجين الأخضر جميع الإجراءات التي تخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها شملت التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوك بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات يأتي هذا في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها بسبب تعرض تلك الدول للظروف ذاتها على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك أخذا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي التوجهات الرئاسية تؤكد ضرورة تعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات في ظل التقالبات المستمرة عالميا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية